اهلا بكم الى موجز اخبار الان قالت قوات سوريا ديمقراطية ان عناصرها تقوم باخر المعارك في مدينة الرقة وضفت انه تم السيطرة على 80% من المدينة واشرت القوات انها تلاحق اخر فلول مقاتل داعش المتمركزين داخل مستشفى الرقة ويتخذون من المدنيين دروعا بشرية داخله فيما تتواصل الاشتباكات في محيط صوامع الحبوب والملعب البلدي قال وزير الخارجية الاماراتية الشيخ عبدالله بن زايد ان ايران تنتهك روح الاتفاق النووي المبرم منذ سنتين بينها وبين القوى العالمية مضيفا في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان طهران العامل الرئيسي المسؤول عن الازمات التي تشهدها المنطقة واضح الشيخ عبدالله ان ايران تتدخل في شؤون الدول الاخرى وتسلح الجماعات الارهابية مثل الحوثيين وحزب الله والجماعات الاخرى في العراق وسوريا قال الدكتور انوار قرقاش وزير دولة للشؤون الخارجية في الامارات ان بلاده قدمت الى اليمن حوالي مليارين وثلاثمائة مليون دولار لمساعدة عشرة ملايين يمني ودعم عدد من المنظمات العاملة في اليمن على رأسهم منظمة الصحة العالمية لمواجهة وباء الكوليرا وشلل الاطفال فاضف قرقاش ان الامارات دعمت ايضا الجهود الدولية لتوفير المياه والمساعدات العاجلة للشعب اليمني طالبت تبع دول مجلس الامن الدولي بعقد اجتماع الاسبوع المقبل لبحث اعمال العنف المستمرة في بورما الدول السبعة وبينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة طالبت بتقديم تقرير امام مجلس الامن بشأن الحملة العسكرية التي ينفذها الجيش البرمي ضد اقلية الروهينجا في ولاية راخين وما يزال التوتر يخيم على انحاء ولاية راخين البورمية مع استمرار الحملة العسكرية للجيش هناك وحتى الان فر اكثر من اربعمائة الف شخص الى بنجلادش المجاورة لما عدته الامم المتحدة حملة تطيرا عرقي سيغيب ظهير ريال مدريد مارسيل عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة واربعة اسابيع بعد تعرضه لتمزق في الفخد من اصابة تعرض لها خلال مباراة ريال باتيس مؤخرا واعلن الريال عن تشخيص حالة مارسيلو الذي سيغيب السبت عن مواجهة الافث وثلاثة عن مواجهة بوروسيا دورتموند ويغيب ايضا عن صفوف فريق العاصمة لعب الوسط الالماني توني كروس لاصابته في الاضلع والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما بالاضافة الى لعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتيج نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الان على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك او سوبسكرايب وان عجبكم ذلك لا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك اشتركوا في القناة